حليب مكسف 100 جرام الحليب المكسف للكيتو دايت ولغير كيتو دايت موجود في صندوق الوصف تحت الوصفتين إذا حابين تعملوها بالبيت كيكاو خام نصف كوب تقريبا 55 جرام يعني حسب احتياجنا نوضع ممكن نزود معلقة معلقة حسب كسافة الحليب نحرككم جيد لو يحتاج كيكاو ممكن نضيف له بنعجنه جيد مع بعض وهيك أصبح جهز بنعمله دوائر ونوضعه بالكيكاو الخام ويفضل قبل التقديم نوضعه بالتلاجة عما هو هيك جهز للتقديم وكتير سريع وبسيط الوصفة اللي بعدها علبة كريمة جوز الهند إذا عاوزين طريقة الكريمة موجودة تحت في صندوق الوصف كاكاو خام ثلاث معالق كبيرة مليانة كاكاوة سريع الزوبان نصف معالقة صغيرة وبديل السكر كمية والنوع اختياري قليل من الفانيلا وبنحرك بشر برتقال وبنحرك هيك أصبحت جهزة ممكن نضيف لها كريمة جوز الهند اختياري وبشر برتقال أيضا الوصفة اللي بعدها زبدة الفول السوداني ثلاث معالق كبيرة مية وخمسين جرام وطحينة اللي هو الراشد اثنين معالق الطعام اربعين جرام بنوضعها بالمكرويب لمدة نصف دقيقة تقريبا لسيح بنوضع قليل من الفانيلا وبنحرك واحد كوب جوز الهند مية جرام وبنحرك ممكن نوضع في الكوب او بنوضع بشكل عشوائي يعني موضوها سهل وبنوضعها بالفريزر لمدة ساعتين قبل التقديم والتخزين بالفريزر أيضا كتير سهلة وكتير بسيطة هيها سناك كتير روعة اللي بعدها الشوكولاتة لكل مية جرام زبدة كيكاوخة معلقة كبيرة او حسب الرغبة وبدير السكر النوع والكمية اختياري وقليل من الفانيلا وبنحركهم مع بعض نوضع ورق الكيك ممكن نوضع أي وعاء موجود موضوها سهل وبسيط نوضعها بالفريزر 15 دقيقة وهيك بعد 15 دقيقة نوضع زبدة الفول السوداني ونرجحها للفريزر 15 دقيقة ونوضع الشوكولاتة اللي عملناها آخر طبقة نوضعها بالفريزر أيضا لمدة الساعتين أقل شيء قبل التقديم الاحتفاظ التخزين في التخزين بالفريزر أيضا هيك أصبحات جاهزة للتقديم كثير روعة وبسيطة في أمن الله شكرا كثير لكم إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك والسلام اشتركوا في القناة